مدينة سلمان على الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين وبطاقة استيعابية تبلغ 90 ألف نسمة عند اكتمالها مدينة سلمان مدينة نموذجية تعد أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي قامت بتنفيذها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في الساحل الشمالي الغربي لمملكة البحرين وتعتبر أكبر هذه المشاريع من ناحية المساحة وعدد الوحدات السكنية والمرافق والخدمات وتتضمن واجهات بحرية بمساحة 31 كم ومساحات خضراء تتضمن مسارات لممارسة مختلف الهوايات بمساحة إجمالية تبلغ 41 كم ومسارات مخصصة للمشا بمساحة 120 كم وتتألف مدينة سلمان من 6 ضواح سكنية تشهد تنفيذ أربعة نماذج بناء مطورة للوحدات السكنية بما يتناسب ومتطلبات الأسرة البحرينية حيث أن هذه النماذج جاءت بما يتوازى ونماذج الجيل الجديد من تصاميم الوحدات السكنية التي قامت الوزارة بتطويرها وخلال زيارتها التفقدية التي قامت بها مؤخرا إلى مشروع العمارات السكنية في مدينة سلمان أكدت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن الوزارة شرعت في خطوات تنفيذ مشروع 131 وحدة سكنية في المدينة من خلال برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص ومن المؤمل أن يتم البدء الفعلي في تنفيذ الأعمال الإنشائية قبل نهاية العام الجاري وخلال الجولة تم استعراض مستوى التقدم في خدمات البنية التحتية ووجهت الوزيرة إلى استمرار سير العمل بوتيرة متسارعة بهدف تسليم الخدمات الإسكانية للمنتفعين بها في أقرب وقت ممكن وقد اهتمت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن تطل أغلب الوحدات السكنية في المدينة على واجهة بحرية تمكن الأهالي من الاستفادة من هذا التخطيط بشكل واضح في طرقات المدينة التي تزدحم بشكل يومي بممارس رياضة الماشي والجري وركوب الدراجات الهوائية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر